أهلا بكم من جديد في سؤال الساعة الهجرة في قلب الكثير من الأشياء على مستوى العلاقات الدولية وفي السياسات المحلية والاستحقاقات الانتخابية في الحادي عشر من الشهر الجاري أكد الأمين العام الأممي أنتوني جوتينيث في تقرير له أن المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة الذي سينعقد بالمغرب في شهر ديسمبر من الساعة الجارية يشكل فرصة للدول الأعظام المنتظم الأممي لتعزيز فوائد الهجرة بدل التركيز على الحد من مخاطرها وسيستكمل هذا المؤتمر أشغال المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية الذي يتولى المغرب وألمانيا رئاسته المشتركة المغرب الذي احتضن مؤخرا أشغال المؤتمر الوزاري من أجل أجندة إفريقية حول الهجرة وشدد الأمين العام الأممي في تقريره على أنه يتعين على الدول الأعضاء خلال مرحلة التشاور أن تأخذ بعين الاعتبار أربع نقط محورية التأكيد على فوائد الهجرة بالنسبة للمهاجرين والمجتمعات المضيفة سيادة القانون على كافة المستويات الأمن والانطلاق من فرضية أن الهجرة لا يجب أن تكون خطوة تبعث على لي أسبل خيارا يصنع الأمل كيف سيتحقق ذلك والرؤى عبد العالم تتغير في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية حيث موضوع الهجرة دخل مع أصول لدارة الجديدة في صلب قضايا الداخل وإذن فأن السؤال هذه الحلقة يتمحور حول الهجرة وإشكالاتها المختلفة المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد المثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة ما هي الآفاق التي يحملها وكيف يجري التعاطي الآن مع قضايا الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فيما أفريقيا تعد عن جددها للهجرة التي ستعرض على القمة الأفريقية القادمة والإحاطة بمختلف جوانبين الصديف الأساتي ذاعب نوح الدكمير مدير مركز الأندلس لحوار الحضارة مرحبا نوح الدكمير شكرا على الاستضافة والأستاذ ذاعب الفتاح الزين الخبير في القبائل الهجرة أهلا نساء الله شكرا وأستاذ محمد نشتاوي أستاذ العلاقات الدولية بجماعة القاضي عياد بمراكز مرحبا أستاذ نشتاوي إذن أستاذ نشتاوي الجماعية العامة للأمم المتحدة اختارت بالإجماع المغرب لكي يحتضن من العاشر إلى الحادي عشر من ديسمبر الجاري أشغال المؤتمر الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة وقبل ذلك سينعقد من الخامس إلى السابع من نفس الشهر أشغال المدد العالمي حول الهجرة والتنمي الذي يتولى المغرب وألمانيا رئاسته المشتركة وكما أشرنا قبل قليل من العام الأممي تقدم بتقريرا في الحادي عشر من الشهر الجاري تضمن الخطوات التي يجب قطعها الاعتماد في هذا الميثاق فماذا يعني هذا الميثاق العالمي للهجرة الذي رأى النور في نيويورك هذا المؤتمر والذي تمت المصادقة عليه في سبطمبر 2016 والذي رام الحديث عن الحلول حول توفير الحماية لا القانونية ولا كذلك الإنسانية للمهاجرين والذي حاول قدر الإمكان البحث عن تفاهمات والتزامات يمكن من خلالها العمل على الحديث عن مشكل الهجرة ومشكل اللاجئين فيما بعد في إطار إنساني دون مراقبة مدين مقاربة أمنيات ودون العمل على تحميل فقط الدول المصدرة لهذه الهجرة وحدها السبب الرئيسي في العمل على أن هناك تخوفا وهناك كذلك إكرهات على الدول المستقبلة لهذا الأمر ثانيا لا بد من الإشارة إلى أنه عندما نتحدث عن المغرب وعن تكليفه في استضافة هذا المنتدى وجاء نتيجة عمل وجهد وجهيد للحكومة المغربية ابتداء من سنة 2003 عندما تمكن المغرب من إصدار القانون 0.03 حول حقوق المهاجرين وكذلك الهجرة غير المشروعة صحيح أنه كانت هناك مقاربة أمنية دون نتيجة ضغط من الاتحاد الأوروبي وكذلك إسبانيا ثم العمل كذلك منذ سنة 2013 على استراتيجية المغربية فيما يتعلق بتسوية الوضعية عدد من المهاجرين جنوب الصحراء كل ذلك أعطى دفع للمغرب لكي يتمركز كرائد في هذا المجال ولا سيما وأنه في سنة 2018 في هذه السنة أي في دجمبر من آخر من هذه السنة سيحتضن إلى جانب كذلك ألمانيا المنتدى العالمي حول الهجرة بالإضافة كذلك إلى أن المغرب اقترح خارطة طريق حول موضوع الهجرة وكلف من قبل الاتحاد الإفريقي على أن تكون له رؤية مشتركة حول هذا سنعود إلى هذا الجانب فيما يتعلق بالإفريقيا وكيف تعمل الآن على أجندتها إذن أستاذ بالتحزين على النيوك الذي سيتم اعتماده في المغرب تمت المصدق عليه بمئة أغلبية 193 دولة في سبتمبر 2016 هذا أعلان سياسي غير ملزم الآن سيشكل أرضية للحوار والتشاور ليتحول من إعلان إلى ميثاق دولي دعني أقول لك أنه الإعلان نيويورك جاء في سياق خاص وهذا السياق تميز على أنه صدرت قبله أجندة 2030 والتي ضمنها جاءت الهجرة ليس فقط كمسألة يعني يجب معالجتها ولكن كوضعية اجتماعية إنسانية يجب تدبيرها لأن الهجرة تبين من خلال التقييمات التي وضعت لأهداف التنمية مقبل 2015 على أنها ليست مشكلة يجب حلوه ولكنها وضعية إنسانية واجتماعية يجب تدبيرها خاصة كما تبين على أنه هناك أبعاد دولية مرتبطة أساسا على الأقل بآخرها وأهمها هو مشكل المرتبط بالمنخ في هذه التحولات العامة جاء هذا الإعلان والذي نص ضمنه ارتكز كذلك على قرارات الأجندة وخاصة القرار الذي يقول على أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية إلا بالأمن ولا يمكن معالجة الهجرة من جانب أمني وكذلك أن هذه الهجرة لا يجب أن تتحقق مع ترك بعض الدول على قارعة الطريق إذن لا بد من إدماج الجميع ولهذا في هذا هو روح الإعلان هذا روح الإعلان والذي ارتكز على الأجندة دي الألفين وثلاثين هذا سيدفع أن هذا الإعلان ستمخد عنه والإعلان اسمه إعلان نيويورك حول الهجرة واللجوء وهنا سيخرج الاتفاق العالمي للهجرة وكذلك الاتفاق العالمي حول اللجوء إذن الآن ما سيعتمد في القمر القادمة هو المفاق الدولي العالمي للهجرة الآمنة والمتظمية نعم هذا الاتفاق الجديد فيه أنه أولا دار على مراحل المرحل الأولى كانت إعداد المسودات أو الأفكار لأنه اليوم نحن نناقش اتفاقا ليست فيه مسودة الآن يتم إعداد المسودة انطلاق من آخر لقاء كان قد تم في بداية ديسمبر في بورتوبا يرتب المكسيك على اعتبار أن المكسيك وسويسرا هم من المنشطين لهذا الحوار وبالتالي فكانت هناك مشاورات للمجتمع المدني على الصعيد الجهوي الإقل الدولي كانت هناك شاركنا في نقاش في إفريقيا نقاش كذلك في منطقة الشمال الإفريقيا والشرق الأوسط ثم نقاش في أوروبا في أمريكا هذه النقاشات كلها ساعدت إلى جانب النقاشات التقنية إلى جانب كذلك بعض النقاشات الأخرى الجهوية التي أشرف المغرب وهنا الجد في هذا العمل أشرف المغرب على تنشيطها فكانت على الأقل جد لقاءات لقاء ما قبل المنتدى العالمي للهجرة والتنمية حول علاقة الهجرة بالبيئة والذي حاول أن ينظر إلى كوب 21 يعني إلى الـ 21 مؤتمر حول المناخ في 21 ديالباريز ثم النتائج ديال المناخ اللي كان في مرقس 22 إذن هذه كلها اليوم عوامل جعلت من المغرب باعتبار أنه ينظم المنتدى العالمي للهجرة والتنمية واللي هو فضاء لبناء الأفكار حول هجرة والتنمية بالإضافة كذلك إلى النقاشات الرائجة حول نتائج الكوب فاندو والتي كانت بالفعل ناجحة بشكل جيد هذا بالإضافة للدور الريادي للمغرب لأنه لا بد أن أشير إلى شيء أساسي أنه منذ الخطاب الملكي وتقرير المجلس الوطني حقوق الإنسان وما تلاه من تسوية ونحن اليوم في تسوية تانية هذا كله جعل من المغرب يعني أولا أنه البلد الوحيد الموقع على الاتفاقية العالمية لحماية العمال المهاجرين وأسارهم ثم أنه البلد الوحيد من الجنوب اللي في نفس الوقت عنده هذه الخصائص أنه يبرز استراتيجية لا تتعلق فقط بالتعامل مع المهاجرين المغاربة ولكن كذلك بالتعامل مع الأجانب في المغرب بلد عبور وبلد انطلاق وبلد استقرار ولن ننسى هنا كذلك الإصلاح الدستور الجديد اللي فيه أربعات النقاط جج النقاط منه أو جج الفصول تهتم بالأجانب في المغرب ونحن ننتظر اليوم سواء كباحثين أو كمجتمع مدني أن يتم تفعيل المشاركة السياسية للأجانب في المغرب أستاذ عبد الوحيد الكمير إذن سنمر من إعلان إلى ميثاق المشاورات ستبدأ حوله في العشرين من فبراير القادم هناك تقرير من العام الأممي الذي ركز على أن الهجرة يجب أن تكون لتعجز الفوائد عبر الترزيع المخاطرية الأربع محاور الرئيسية التي طرحها في تقريره لكي تكون أسس سياغة هذا الميثاق وكذلك أعلان الرئيس الجمعية العامة الذي دعا إلى التعبئة والتوافق من أجل إنجاح هذا المسلسل صحيح أولا المغرب يلعب دور رياضي لهذا تم اختياره في المستوى الثالث فعلى المستوى القرع على المستوى الإفريقي هو منصق السياسة الإفريقية في مجال الهجرة بتكليف من الاتحاد الإفريقي على مستوى أوروبا هو له الوضع الشارك المتقدم ولكن كذلك الشارك مع ألمانيا في الإعداد للمنتظى وهنا رئيس المتمر نحن نتحدث عن ألمانيا ألمانيا هي رائدة كذلك في أوروبا لا ننسى بأنه في السنتين الآخرتين ألمانيا استقبلت أكثر من مليون لاجئ وبالتالي لا يوجد أي بلد أوروبي في مستوى ألمانيا فيما يتعلق بموضوع الهجرة واستقبال المهاجرين واللاجئين وهي في حاجة دائمة لماذا في حاجة دائمة ألمانيا فيها 80 مليون نسمة ساكنة في طريق الشيخوخة اقتصاد في حالة نمو مضطرد نسبة البطالة منخفضة وبالتالي إنجيلا ماركل قالت أننا بإمكاننا استيعاب مليون مهاجر سنويا وبالتالي ألمانيا لها هذا الدور بسبب اقتصادها القوي الآن كذلك المغرب له دور رياضي على المستوى العالمي لأنه كلف من طرف الأمم المتحدة بهذا بتنظيم المؤتمر المتحدة الذي سينجم عنه ميطاق وهنا أشرح لي اسمح لي أن أشرح من ناحية القانونية ماذا يعني ميطاق ميطاق لاحظ بأن الأمم المتحدة ميطاق الأمم المتحدة للاجئين يعود تاريخه إلى 1951 يعني مرت عليه أكثر من 60 سنة الميطاق الأوروبي للهجرة واللجوء من سنة 2008 أنت عندما يكون عندك ميطاق هو شيء ملزم ملزم على المستوى الأممي وبالتالي هذا حدث كبير جدا صحيح أنه سيتطلب عمل كبير لكن هنا اسمح لي أن أشرح ماذا ينتظر الآن ربما لنقرب المشاهد والمستمع الكريم من الصورة نقارن ماذا ينتظر من هذا الميطاق مع الميطاق الأوروبي للهجرة واللجوء لسنة 2008 الميطاق الأوروبي للهجرة واللجوء توقف عند خمس نقاط سياسة أوروبية موحدة في مجال الهجرة سياسة مع شركاء الذي هم أفارقة نظام الإعادة الهجرة القانونية وهجرة غير القانونية الآن صراحة عندما نتوقف عند ماذا تحقق من هذه النقاط الخمسة الشيء القليل جدا لم تفعل ولم تنزل لأرض الواقع وأصبحت كل بلد ينظم وضعه الداخلين من خلال قوانين هجرته والدليل أنه فشل لا ميطاق 2008 ولا اتفاقية دبلت 2013 وبالتالي كل بلد أصبح يدافع عن قانونه الآن لنتمكن من أن هذا الميطاق يدخل التاريخ من بابه الواسع يجب أن يطبق في رأيي ليطبق يحتاج إلى خطة رباعية الأبعد هذا العمل سيشتغل فيه الخبراء سيهيئونه أنذاك سيكون هناك مطالب من مهمة رجل الاقتصاد لخلق فرص العمل مطالب من المجتمع ليقبل المهاجر ليدمجه في حاجة إلى بعد تربوي لأن هؤلاء أبناء المهاجرين ليندمجوا في المنظومة التربوية وأخيرا السياسي كيف ينزل السياسي هذا على أرض الواقع وهذا لا ينجح في 90% من الحالات أعطيت حالة أوروبا حالة الولايات المتحدة في كل مكان تقع قطيعة بين التوصيات وبين الواقع وأتمنى عندما يصدر المنتدى يخذ بعين الاعتبار كيف ننزله إلى أرض الواقع وإلا سيكون مثل بقية التوصيات والمواثق الأخرى شيء طبيعي جدا طبعا أستاذ نشطوي إذن الأربع النقطة المحورية نتي وضاعها الأمين العام الأممي تحدي الأساسي متمثل في تعزيز فوائد الهجرة بدل التركيز على مخاطرها سيادة القانون على كافة المستويات قضايا الأمن نقطة محورية في الوقت لأقر فيه بحق الملدان في تأمين حدودها حذر من السياسات المعاكسة رامية تقيد الهجرة تضعف قدرة الدول على احترام هذه الأولوي وتجعل المهاجر أكثر عرضة على الخصوص للتجارب البشر والنقطة المحورية الرابعة هي فرضية أن الهجرة لا يجب أن تكون خطوة تبعة وعالية بل خيارا يخلق الأمن أكيد إذا ما ركزنا فقط على مسألة فوائد الهجرة لابد من الإشارة إلى أن عدد المهاجرين في العالم لا يتجاوز 258 مليون مهاجر 32 مليون منهم هم أفارقة ويساهمون في الاقتصاد العالمي بـ 9.4% بمعنى هذا أن هناك قيمة مضافة وفائدة مضافة أضف إلى ذلك أنه حسب آخر الإحصائيات وفق رؤية استشرافية إلى 2050 فعدد من الحضارات في أوروبا ستنتطر لماذا؟ لأنها لا تحقق معدل النمو يصل إلى 1.7% الضروري للإبقاء على هذه التقافات فألمانيا لا تحقق إلا 1.3% إيطاليا 1.2% إسبانيا 1.1% الدول التي تحقق نسبة قريبة هي بريطانيا وفرنسا بنسبة 1.8% بمعنى أنها تستفيد وستستفيد من هذه الهجرة لكنها تريد هجرة بمقاييس معينة أنها تريد مهاجرين انتقائية كما تقوم بها الولايات المتحدة وكندا على نوح معينة ألمانيا سنت هجرة انتقائية على أساس أنها يمكنها أن تستعب مهاجرين بمقاييس وظروف ودبلومات ولغات معينة لذلك فأوروبا في حاجة إلى هذه الهجرة لكنها لا تصرح بأنها بحاجة إلى هذه الهجرة وإنما بحاجة إلى إعمال قوانينها والرضوخ إلى اليمين المتطرف الذي يطالب بالحد من هذه الهجرة وفق معايير ومستزمات معينة لذلك فعندما نتكلم عن فوائد الهجرة فهي موجودة وضرورية وقائمة والغرب يعي جيدا بأنه يستفيد من هذه الهجرة الدولة الوحيدة التي صرحت بأن تستفيد من هذه الهجرة هي كندا وقامت باستعاب المهاجرين بمختلف وتواصل سنويا في حدود تقريبا 60 إلى 70 ألف سنوية لذلك ففوائد الهجرة هي قائمة وحتى إذا ما نظرنا إلى الهجرة الإفريقية التي تحدثنا عنها وقلنا بأن 32 مليون ف50% من الهجرة الإفريقية هي داخلية داخل أفريقيا طبعا فقط 28% هم الذين يذهبون إلى أوروبا وهناك مشكل خطير جدا وهو عدد الوفايات في الصحراء الكبرى وهو يتجاوز ضعف ما يسجل في البحر الأبيض المتوسط لذلك فعندما أسر الميتاق والإعلان على أن هناك فوائد الهجرة فلابد للغرب أن يعي جيدا بأنه بالفعل هناك فائدة وقيمة مضافة لهذه الهجرة فقط يجب تنظيمها يجب حمايتها ويجب بالخصوص حماية الفئات الهشة وهم النساء والأطفال وربما لاحظنا ما وقع في ليبيا من التجارب البشر وسكوت الدول الأوروبية على هذا الأمر والذي تم التنديد من قبل منظمة العفو الدولية كفيد بأنه يبين لنا بأنه الغرب يتعامل بسياسة الكيلبين كيالين فهو في حاجة إلى الهجرة لكنه يتناسى أو يحاول إهامنا بأنه ليست لها قيمة مضافة لكن الميثاق وغير ذلك أي صحيح لأنه إذا نظرنا إلى تاريخ الهجرة بعيدا عن الأرقام سننحد أولا على أنه بعد الحرب العالمية الثانية بل وقبلها أن الذين حرروا أوروبا هم أبناء المستعمارات هذا شيء أول يتناساه غالبا الذين لا يؤيدون أو الذين لا يريدون الحد من الهجرة هذا شيء أول الشيء الثاني على أنه أوروبا بنيت بسواعد أبناء المستعمارات كذلك لا ننسى على أنه في الولايات المتحدة الأمريكية ننسى كتابا مهما وإن لم يكن بالشكل الذي يجعله كذلك نحن أمة من المهاجرين إذن نلاحظ على أنه الهجرة دائما كانت وراء بكل أشكالها وأنواعها كانت دائما وراء تخصيب المجتمعات وراء بناء المجتمعات بشكل أو بآخر ثم كذلك دعني أقول لك على أنه هذه الهجرة لا بد أن نتحدث على أنه هناك ما يمكن أن نسميه بالعتبة المزدوجة للهجرة بمعنى أنه هناك أولا الهجرة كرغبة إنسانية ودائما أطرحك مثال إبل بالطوطة في زمن الهجرة ما أسميه بالهجرة السعيدة ودائما كانت الهجرة منذ الهجرة السعيدة الآن نعرف في الأركيولوجيا أن أقدم إنسان عاقل وجده في المغرب وانطلقت لناك هذا شيء الإنسان منذ أنه وجد وهو يتحرك إذن في هذا الجانب الهجرة كرغبة إنسانية كاستكشاف بل كذلك كحق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعني كل لكل واحد الحق في الخروج من بلده ما تشاء والعودة إليه ما تشاء إذن هذا شيء أساسي أين ستكون الهجرة في العتبة عندما تحتاج العتبة المزدوجة كشيء سلبي عندما تكون هذه الهجرة حبارة عن تفكك مجالي عندما تكون هجرة ما أقوله بالتفكك المجالي هو أن المجتمعات دعنا نتحدث عن إفريقيا كمثال وهذا سنتطرق لي فيما بعد الحدود في إفريقيا هي حدود عبارة عن قنابل موقوطة تركها المستعمر القبائل مقسومة على اثنين فأنت مثلا عندما نتحدث في الهجرة على أن أحد الناس ينتقل إلى دولة أخرى وبالنسبة له في قبيلته وعندما تقع مشاكل بين الدول يتم طرد الأجنبي أو الغريب الذي هو إبل القبيلة هذا شيء لا بد أن أخذه بعين الاعتبار هذا فيما يتعلق بالتفكك المجالي كذلك التفكك المجالي يظهر من خلال أنه الموارد في منطقة والعيش الرغض في منطقة أخرى أكيد أن الكل شيء يهاجر فبالتالي هذا التفكك المجالي ينتج عنه كذلك شيء آخر سوق العمل سوق العمل عندما نتحدث عن الهجرة الكثير ينسى ما نسميه نحن في الدراسات اليوم بالهجرة اللامرئية وهي تواجد الأوروبيين بطرق غير قانونية والأجانب عبوما بعض الأرقام تقول على أنهما يقرب من حوالي ما بين خمسين ألف أوروبي يعيشون في المغرب ويشتغلون في المغرب بطريقة غير منظمة حيث أنه ينجل ستلتشهر قبل ما تقضى تلتشهر يخرج ويعود يرجع لغدله إذن هذه كلها أشياء لا نتحدث عنها إذن لا بد عندما نتحدث عن الهجرة أن ننظر إليها في كل أطيافها هذا الشيء الأول الشيء الثاني على أن هذه الهجرة اليوم تأتي في إطار أزمة والعامل الجديد فيها هو أنه هناك مسألة مناخية لا يدى للدول التي يخرج منها المهاجرون صحيح أن هناك يوم كما أقول دائما وكما نقول أنه لا يمكن أن نحتجع عن غضب الطبيعة ولكننا يمكن أن نحتجع عن سياسات لا تضع في حسبانها هذا الغضب فبالتالي سياسة الدولية والمستفيدون منها لا ينتبهون إلى من يخلقونه من كوارث الآن مثلا خروج الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية المناخ هذه مشكلة كبيرة يعني حيث أنه الدول اتفقت وننسى أن هذه الدول لا تجد في هذه المناطق ليس هناك توفير يعني العديد من الأمور وبالتالي نطرح سؤال تالي إذا كان الغرب يدافع عن حقوق الإنسان ويتدخل فيه بعدي البلدان حماية لمصالحه وحفاظا على مجاله الحيوي أحيانا يوظف ما نسميه بالأمن الإنساني فهو في مجال الهجراء يستعمل الأمن الوطني وبالتالي لا يمكن أن نشتغل بهذا الشكل المزدوج فلهذا ربما في المتاق وكما أشرت يعني في الاتفاق العالمي حول الهجرة وكذلك حول اللجوء لا بد من النظر إلى هذه الأشياء بشكل يجعل الهجرة شيئا اختياريا هذا الشيء الأول لا بد من تضامن عالمي يعني في هذه القضايا ولا بد كذلك من حل بعض المشاكل التي لا ترتبط فقط بالأنظمة وبالسياسات المحلية ولكن تنطبط كذلك بالسوق الدولية وبالمناخ العالمي ككل فاليوم هناك حديث يعني عن هؤلاء الذين أغلق غالبيتهم أفارقة ومن دول الجنوب ليس لهم مكان ونحن نطالب لهم في إطار الإعلان الإعلان العالمي حول اللجوء أن تكون لهم مكانة وهم يعبروا عنهم بالنازحين المناخيين أو ضحايا المناخ تماما الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من اتفاق المناخ وكذلك انسحبت من أعلان نيويورك وهذا ما سنعود إليه بعد هذا الفاصل أهلا بكم في الثاني من سؤال الساعة وسؤال هذه الحلقة يتمحور حول الهجرة وإشكالاتها المختلفة المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة ما هي الأفاق التي يحملها وكيف يجري التعاطي الآن مع قضايا الهجرة في الولايات المتحدة وأوروبا فيما إفريقيا تعد أجددها للهجرة التي ستعرض في القمة الإفريقية القادمة والإحاطة بمختلف جوانبه نستضيف الأساتذة عبدالوحيد جميل مدير مركز الأندلس لحوار الحضارات محمد النشطوي وصد العلاقات الدولية بجماعة القاضي عياد بيمون راكش وعبد الفتاح الزيد الخبير في قضايا الهجرة سيد عبدالوحيد خلاله عرضه لتقريره أمام الجميع العامة للأمم المتحدة ومن دون أن يسمي الولايات المتحدة بالاسم الأمين العام العمي حذر سلوطات التي تضعوا عقبات الكبرى أمام الهجرة أو تفرض قيودا شديدة على فرص عمل الهجرين معتبرا أن ذلك يؤدي إلى ضرار اقتصادية لطائلة منها ويشجع بشكل غير متعمد على الهجرة غير الشرعية إذن الولايات المتحدة كما ذكرت انسحبت من إعلان نيويورك الذي سيصبح المثاق القادم وأوضحت بعثت الولايات المتحدة لدى المنتظم الأمين أن الإعلان يتضمن أحكاما عديدة تتناقض مع قوانين الهجرة والوجوء الأمريكية ومبادئ الهجرة في إدارة الرئيس الأمريكي دون ترامب دون تحديدها صحيح هو تصريح ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة متير للجدل وموقف ترامب متير للجدل من جميع الأبعاد أنا أحلله في مستوى الداخلي والخارجي وكذلك التاريخي أبدأ بالجانب التاريخي عندما قال كينيدي بأن الولايات المتحدة هي أمة شكلت من المهاجر هذا اللي نفهمه يجب أن نقرنه مثلا مع فرنسا ومع ألمانيا عندما ترى بلد مثل فرنسا تكونت الدولة وبعد ذلك الهجرة تكونت قيم الدولة بعد الثورة الفرنسية حرية إخاء مساواة بعد ذلك بدأت تأتي المتحدة الهجرة ثم الدولة نعم خليني أشرحها الآن شرحتها في فرنسا عندما ننتقل إلى ألمانيا إلى وقت قريب جدا القانون الألماني يعتمد على مبدأين لتكوين الهوية الألمانية الوطن والعرق وبالتالي كان المهاجر في القوانين الألمانية إلى وقت قريب يسمى العامل الضيف لم يصدر قانون الأرض في ألمانيا إلا سنة 2000 الذي يعطي لأبناء المهاجرين الذين أولدوا في ألمانيا حق المواطنة الآن عندما تعود ربطة الأرض عودة ربطة الدم نعم نعم الآن أصبحت هناك ربطة الأرض جيوس صوليس وليس جيوس صانغينيس كما يسمى باللاتين وهو معتبت في فرصة كذلك الآن في جل البلدان الأوروبية تعمل بهذا في الولايات المتحدة كذلك ولكن الأدهى أن الولايات المتحدة لما تشكلت الأمة لما تشكلت الدولة تشكلت مع المهاجرين ليس تشكلت الدولة وبعد ذلك جاء المهاجرين كلهم أجاني ليس هناك شخص في الولايات المتحدة يزعم أنه مثلا من الجيل العاشر مع ذلك السكن الأصليين نعم وهذا تم انقردوا وتمت إبادتهم والآن أصبحوا مواطنين أقل مواطرة إذن هذا من ناحية تاريخية أنتقل الآن ناحية اقتصادية ترامي يعطي شرح يعني غير مقبول نهائيا من ناحية التحليل الاقتصادي يقول نحن سنمنع الهجرة الغير القانونية والهجرة القانونية نمنع الهجرة غير القانونية لأنها تمثل الجريمة والإرهاب ونمنع الهجرة القانونية لأنها تمنع تحرم المواطنين الأمريكيين من فرصهم وهذا غير صحيح لماذا؟ لأن هذه الوظائف التي يزاولها المهاجرون يرفضها الأمريكيون ثم أن الولايات المتحدة نسبة البطالة لا تجاوز 4.4% وبالتالي رقم محدود جدا ثم أن المهاجرين الهجرة المنتقات توفر في الولايات المتحدة سنويا مليون ثمانمائة ألف مهاجر الآن القانون الذي يحاول أن يمرره ترامب يعني سيكسر تقاليد عندها خمسين سنة لاحظ أن قانون التجمع العائلي في الولايات المتحدة بدأ العمل به سنة ألف وخمسمائة ألف وتسعمائة أو خمسة وستين ومن سنة واحد وثمانين ألف وتسعمائة واحد وثمانين إلى سنة الفين وستة عشر في خمسة وثلاثين سنة دخل الولايات المتحدة ثلاثة وثلاثين مليون مهاجر من هذا الرقم عشرين مليون مهاجر في إطار التجمع العائلي الآن سيكسر هذا يعني لن يكون التجمع العائلي إلا للزوجة والأبناء القاصرين وليس للأبناء البالغين هناك مشكلة آخر الولايات المتحدة تريد أن تلغي دخول خمسين ألف مهاجر بالقرعة تريد أن تضع جدار مع المكسيك هناك خمسة وثلاثين مليون مكسيكي مهاجرين في الولايات المتحدة يدخل سنويا من المكسيك إلى الولايات المتحدة في إطار الهجرة المعنوسمية خمسمائة ألف مهاجر ثم هناك مليون مهاجر تستقبلهم الولايات المتحدة كل هذا يريد أن يكسره ترامب في إطار مقولته أمريكا أولا وأظن أنها مقولة عزالية إلى أبعاد الحدود أستاذ نشطوي بالإضافة إلى الانسحاب من إعلان نيويورك آخر خراجات دونالد ترامب رئيس الأمريكي الذي اعتبر يوم الثلاثاء الماضي أن النظام الهجرة المطبق في الولايات المتحدة حاليا يضعف الأمن القومي الأمريكي في وقت تسعى في إدارته للحصول على دعم المحكمة العليا للسماح بترحيل 700 ألف مهاجر يعرفون بالحالمين وهو الاسم الذي يطلق على المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد عندما كانوا أطفالا ربما سأجزم وأقول بأنه مع دونالد ترامب كل شيء يبقى غير مستحيل لأنه بدءا من عدم أو الانسحاب من اتفاقية المناخية الانسحاب من اتفاقية حول الهجرة والتي نظمت في ليويورك سنة 2016 يحاول قدر الإمكان إبراز بأن برنامجه الانتخابي الذي أسيس أو وضع على أسس أمنية هو الكفير بأن يطبق حتى وإن كان على حساب المواتق الدولية بدءا من إلغاء القرعة بدءا كذلك من تشييد جدار أمني وسياج أمني مع المكسيك وبتمويل مكسيكي مسألة قانون داكا المتعلق بالحالمين أو لدريمز وهي مسألة كانت عالقة بما الرقم الصحيح بالضبط وهو 690 ألف من القصار الذين كانوا دائما يتم تمديد بقائهم في الأراضي الأمريكية وهم درسوا ويشتغلون على الأراضي الأمريكية وهو حاليا في إطار المقايدة مع الأقلية الديمقراطية فيما يتعلق بالمصادق على الميزانية مقابل بعض المساومات حول إما قانون داكا وإما الجدار الأمني مع الإسرائيل يربط تسوية حول الحالمين بموافقة على تمويل بناء الجدار في حدود 16 مليار دولار وقال على تويتر كاعدته في تغريدته لا جدار لا اتفاق لا جدار لا اتفاق إذن كما قلت فهو عقلية الكوبوي صحيح أنه ربما هو رجل أعمال ناجح لكن في السياسة فأعتقد بأنه ضرب عرض الحائط كل تلك القيم والمبادئ التي أسست عليها الولايات المتحدة ولا ننسى كما قال الأستاذ بأنه الولايات المتحدة هي بلد مهاجرين واستوطنت أرض غير أرضها وقامت بإبادة الهنود الحمر الذين كانوا إبان دخول الأوروبيين 18 مليون نسمة حاليا 100 ألف نسمة ورغم ذلك فهو يصرح بأنه لا بد من القضاء على الهجرة لا بد من ترحيل المهاجرين الذين انتهت صلاحية بطائق الإقامة لذلك فأعتقد بأنه هو يحاول قدر إن كان التشبت ببرنامجه الانتخابي العمل على التصالح مع الفئة التي انتخبته ويؤكد بأنه ملتزمون بكل هذه القرارات لكن على حساب مواثيق دولية صدف قليل ولد المتحدة نجرة إذن كانت حاضرة في الحمل الانتخابي والأن حاضرة بقوة في سياسة الإدارة الأمريكية هو كما قلت اليوم ليس لدينا ما يلقله لنا الغرب نحن نقول هذه لماذا؟ لأنه أولا الخطاب العنصري والإقصائي أصبح خطابا مستوطنا في الخطاب السياسي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية دعني أقول على أنه كما يقول أحد الصحفيين يعني ترامب يعتقد أنه عندما يقول أمريكا يعني أولا مش أولا يقول ميك أمريكا غريت الصحفي يقول إيز ميك أمريكا وايت يعني بدل من أن تكون أمريكا جميلة ستكون بيضاء البيض هو الجميل يعني معناه نوع من الانتقاء نوع من العنصرية أكثر من هذا أنه يعني في إطار الانسحاب يبرر هذا أولا أن هذه القوانين أرغم أن لا الإعلان العالمي للهجراء واللجوء ولا التفاقين الذين نبعا من هذا الإعلان اتفاق العالمي حول الهجراء الذي سيصدق عليه في المغرب والاتفاق العالمي حول اللجوء الذي هو قيد الإعداد والنقاش على الصعيد الحكومي وتخص به الدول كلها إعلانات واتفاقات أو مواتيق غير ملزمة وبالتالي فهي اختيارية ولكنها ترتكز على مبادئ هذه المبادئ أمريكا أعتقد أنها صدق النظام الأمريكي صدق عليها لكن اليوم يعني الترامب وعندما نتحدث عن ترامب نتحدث أساسا عن اليمين الأمريكي عن الجمهوريين الجمهوريون اليوم يعني يحاولون في إطار ما يسميه ربما بالفرنسية المفهوم سيكون واضح يعني نحن نتحدث عن أمريكا النظام العالمي في حين الكنديين يتحدثون عن الاستفراد بالنظام العالمي فبالتالي أمريكا اليوم تعتبر نفسها أنها قادرة عن طريق تصويتها على الجمهوريين وإيصالهم إلى سدة العكم أنها قادرة على تدبير العالم خاصة عندما نرى كيف أنه هذه الهجرة يجب أن تكون انتقائية عندما قال ترامب أنه هذه الدول يعني أنها دول بديئة وتافيها وحتالة كل دول هذه الدول الغير أوروبية هذا يذكرني بشيء أساسي أقوله اليوم انتلقا من فكرة كان قد أبداها المرحوم إيمي سيزار تقول على أنه أن الغرب لم يكن وأوروبا على الخصوص والغرب عموما لم يعارض النظام النازي لأنه عنصري ولكن لأنه طبق على الدول الغربية والأوروبية ما كان يعتقد أنه يطبق على غير الأوروبيين وبالتالي فهذه المسألة تدفعنا إلى نقاش كثير من القضايا أولا أنه يقول على أنه يدافع عن الأمن من أمريكا في حين أن هذا الاتفاق غير ملزم يحاول أن يحدى من الهجرة ولكن بشرط ليس كل أنواع الهجرة ولكن الهجرة كما يقول الهجرة يعني ذات المستوى الرفيع والعالي وأعطىك امتلاف خطبي كما تم الترويج كما روجت له الصحفة لماذا لا نستقبل يعني مهاجرين من نرويج أو غير إذن نلاحظ على أنه هناك نوع أن الهجرة اليوم أصبحت مزال اختبار مدى ديمقراطية الدول ومدى إنسانية وديمقراطية النظام العالمي الجديد والآن طبعا نتقل إلى أوروبا القريبة منك كثيرا الآن تم توقيع من الخميسة الماضية معاهدة جديدة بين بريطانيا وفرنسا تتعلق طبعا بالوضعية المهاجرين في كالي وقبل ذلك كان الرئيس ماكرون زار كالي ووجه انتقادات للقانون الهجرة الأوروبي وفي نفس الوقت هناك الآن مشروع قانون جديد حول الهجرة والوجوء تتم مناقشته فعلا ماكرون انتقل إلى كالي لأن كالي كان هناك ما يسمى بالأدغال يعني مخيم مجموعة من الأفارقة يعني المهاجرين الذين يأتون بالخصوص من إفريقيا الشرقية بالضبط من إيريتريا والصومال وأفغانستان ويمرون في النفق عبر بحر المرش الوصول إلى بريطانيا الوصول إلى بريطانيا يعني هدفهم الرئيسي هو الوصول إلى بريطانيا وهذا كان يطرح مشكل كبير فهذا المخيم تم تفكيكه بالجرفات منذ عدة سنوات وتم إقامة مراكز لإيواء هؤلاء المهاجرين الآن يعني الاتفاقية التي وقعت سنة 2004 بين بريطانيا وفرنسا تم تحيينها مؤخرا وساهمت بريطانيا بمبلغ مالي مهم بحوالي 50 مليون يورو لخفر السواحل والأمور اللوجستية المتعلقة بهذه النقطة سواء فيما يتعلق بالمهاجرين ولكن هنا يطرح كذلك مشكل القاصرين نسبة كبيرة من الذين يصلونهم القاصرين غير المصحوبين وهؤلاء من الناحية القانونية لإعادتهم يطرحوا إشكال إذن هذا فيما يتعلق بكالي وفيما يتعلق بالاتفاقية البريطانية الفرنسية هناك مشكل آخر انتقده بحدة ماكرون هو فيما يتعلق باتفاقية ديبلين اتفاقية ديبلين حول اللجوء فهذه الاتفاقية صدرت سنة 1997 تم ديبلين الثانية سنة 2004 وديبلين الثالثة سنة 2013 التوقف عند الخلل بين ديبلين الثانية وديبلين الثالثة لأنه لما تم المصادقة على ديبلين الثالثة كانت أوروبا بدأت تستقبل ليس فقط المهاجرين وإنما اللاجئين بأعداد كبيرة جدا ماذا تقول اتفاقية ديبلين في سياغها الثلاثة اللاجئ يطلب اللجوء في أول بلد أوروبا يحل به واضح؟ إذن هذا البلد الذي يحل به عندما اتحدث عن الذين يأتون من ليبيا 90% يصلون إلى إيطاليا إيطاليا ليس لها الإمكانيات اللازمة لتركهم جميعا وهي تغض الطرف وتتركهم يذهبون هم كذلك لا يفضلون البقاء في إيطاليا لاحظ بأن 70% من اللاجئين لا يبقون في أول بلد ينتقلون إلى بلد آخر البلدان في الاتحاد الأوروبي 27 بلد إمكانية الاقتصادية متباينة جدا وبالتالي اللاجئين يفضلون الذهب إلى ألمانيا إلى البلدان السكندنافيا إلى هولندا حيث يصلون إلى تعويضات قد تصل إلى 800 يورو لا يذهبون إلى المجر فهذا فيما يتعلق بطلب اللجوء ومكان طلب اللجوء الآن هذه القضية فشلت هناك كذلك فيما يتعلق بالذين يأتون من اليونان فيذهبون إلى هذه البلدان هناك بعد البلدان تعطي 70% من الذين تقدموا بطلب اللجوء تعطيهم اللجوء بينما بلدان أخرى لا تصل إلى 15% إذن هذا خلق مشكل كبير انتقده بحد ماكرون وهذا يجر إلى مشكل آخر لا يقل له أهمية ولا يقل له صعوبة هو كيف حاولت أوروبا أن ترقع مشكل ديبلين بمشكل أكبر منه هو ننتقل من أن اللاجئ يبقى في أول بلد إلى نظام الحصص ما معنى نظام الحصص؟ كل بلد أوروبي يستقبل عدد معين فصادق البرلمان الأوروبي لكن هناك دولة تتلو اجتزام بهذا الحصصص؟ مثلا النمسا مؤخرا لأن بلدان التي غيرت حكم المجر بولونيا نعم بولونيا إسبانيا لاحظ أن إسبانيا من حصتها 15 ألف لم تستقبل إلا في بدع مئات والآن هناك نمسا ترفض وبالتالي البلدان التي تدعم نظام الحصص هي البلدان المعنية شخصيا هي ألمانيا بالخصوص إيطاليا اليونان يعني هذه البلدان بلدان أخرى وبالتالي نظام الحصص فشل إذن هناك المشكل الآخر الذي طرحته هو ما يتعلق بقانون الهجرة الذي تحاول فرنسا المصادقة عليه هذا القانون سيطرح مشكل كبير بالنسبة لفرنسا خصوصا بالنسبة للمهاجرين اقتصاديين نتحدث كثيرا عن الهجرة السياسية عن اللجوء ولا نتحدث عن المهاجرين اقتصاديين الآن القانون الذي يريد أن يمرره ماكرون ماذا يقول؟ لأن اليوم في فرنسا في سنة 2017 تم القبض على 90 ألف مهاجر غير قانوني تعرف كم منهم صدرت أحكام في حقهم للطرد فقط 25 ألف الباقي يبقون فماكرون يقول في القانون الجديد ستتم إعادة كل مهاجر سبق وارتكب جنحة أو جريمة لكن هنا يطرح المشكلة الآخر لتعيد مهاجر لا بد من انتفاقية نائية مع بلد الاستقبال وهنا بلدان الجنوب كلها ترفض وإذا توقفنا عند القمة الإفريقية الأوروبية التي عقدت في ملطا فهذه القمة تقول بالضبط بلدان الاتحاد الإفريقي ترفض الإعادة لأن إذا عدت له مجرم ولو كان من ابن البلد فهو يطرح له مشكلة وبالتالي يبقون في البلد الذي يحلوا به في هذا السياق سباستو في هذا السياق ربما سأحلل من وجهة نظر توليتية فماكرون اتخذ طريقة قارية على بعد قاري مع بعض الدول الإفريقية وبعد أوروبي مع بريطانيا ومع ألمانيا وبعد كذلك وطني داخل فرنسا فيما يتعلق بالبعد القاري مع الدول الإفريقية فهو قال بأنه لابد من إقامة مراكز لتدقيق طلبات اللجوء في النيجر وفي أتشاد تحت غطاء أممي وبتكليف أممي وسيتم التتبت مما هل تتوافر شروط اللجوء بالنسبة لطالبي هذه الإمكانية على مستوى الأوروبي فهناك اتفاقية مع بريطانيا وهي تالي اتفاقية 2003 اتفاقية توكي حول المراقبة في منطقة كارلين لمنع خصص القاصرين من التوجه إلى بريطانيا فيما يتعلق بالجانب الداخلي أي داخل فرنسا فهناك حاليا نقاش حول قانون اللجوء والهجرة والذي يمكن أن نجد أنه فيه رؤيتين رؤية براغماتية ورؤية إنسانية نقاش صعب جدا الرؤية براغماتية وهي نفس رؤية اليمين المتطرف لا في فرنسا ولا كذلك في أوروبا تشديد الخناق على المهاجرين السريين طرد في حالة إذا ما كانوا تبت لديهم أنهم ارتكبوا جنحة أو جناية زيادة في فترة الاحتفاظ بهم للتحقق من تبوت الإقامة من 16 ساعة إلى 24 ساعة وهناك مسألة أخرى وهي الجانب الإنساني فيما يتعلق بالحماية وفيما يتعلق بشروط الإقامة الإجبارية وفيما يتعلق بتسهيل تسلسل العائلة أو الدخول العائلة وكذلك العمل على الأسر لذلك سياسة ماكرون في هذا المجال هي نسخة طبق الأصل السياسة اليمين المتطرف في فرنسا ومن خلاله يحاول كسبة نخبص نخبص الآن المزال مشروع وفي نقاش طويل فقط في تناية ذلك المشروع هناك رؤية اليمين المتطرف كيف يمكن التعامل لأن المسألة التي طرحها الأستاذ هي جد مهمة كيف للدول الأفريقية أن تستقبل أشخاصا ربما أصلا هم أفارقة لكنهم اكتسبوا الجنسية وأصبحوا ربما حتى ولدوا في فرنسا إذن أستاذ زيد أعتقد أنه انطلاقا من المعلومات التي قديمت والتي أشاطرها ربما يجب أن ننتبهها إلى شيء أساسي صحيح أنه اتفاء معاهدة ساند هيرست يعني البريطانية الفرنسية هي إتمام لما تم في توكي وغيرها من القوانين ولكن يجب أن ننتبه إلى شيء أين تمت المعاهدة؟ تمت في أكاديمية عسكرية أوروبا اليوم وعلى الصعيد العالمي وهذا ما نبه إليه عودة عطفا على ما قلته في البداية وهو كيف يمكن للسياسيين والسياسات الدولية وللقوى العظمى بين المدوجين أن تخرج من هذا التصور الأمني لأنه يظهر اليوم على أن هذا التصور الأمني غير ناجح ولا يمكنه أن يؤدي إلى نتائج لأن الأمن إن كان ضروري فهو غير كافي ما هو كافي ما عبرت عنه يعني دباجة خطة تنمية وهو ما أشار إليه أمين العام في تقريره أي نعم احترام الحريات نعم ولا بد أن أشير هنا إلى أن الأمين العام ارتكز على تقرير بيتر سادرلاند الذي توفى في هذه الأسبوع الأخير والذي كان مشرفا بتكليف من كوفي عنان على تدبير المنتدى العالمي للهجرة والتنمية إذن نلاحظ على أن المقاربة الأمنية اليوم مقاربة غير كافية وهناك خلط كبير لأن مثال بسيط نحن في المجتمع المدني نرفض كثيرا أن يتم تجريم الهجرة لماذا؟ لأننا لا نتحدث عن المهاجرين السريين وأنا عن المهاجرين بدون وطاق نحن الآن نحاول أن ندفع بفهم جديد وهو المهاجرون في نزاعنا مع القانون بمعنى أن القانون كما قال لسي يعني المدير العام لمندمة الهجرة الدولية على أنه المشكلة المشكلة للهجرة ليس مشكلا يجب حله لأنه ليس مشكلة الهجرة دائما كانت شيئا إيجابي والاقتصاديون يقولون على أنه في الأزمة تكون دائما هناك يعني هناك فرص والهجرة اليوم هي فرصة يعني أتمم فقط في فكرة بسيطة حول قضية الأمن التي أطرت أنه اليوم ما يقع هو أن أوروبا تتخلى عن مبادئها في مجال الهجرة بما فيه اقتراحات يعني ماكرون وبالتالي ماكرون هو اليوم يعني يتورط في ما نعبر عنه اليوم بأن أوروبا تتخلى عن مبادئها بعتبر أنه حتى لا يستفيد هؤلاء المهاجرون من حقوقهم في التراب الأوروبي يجب وقفهم خارج التراب الأوروبي وهذا مشكل يعني كبير يداهمنا الولايات المتحدة أوروبا وأفريقيا الآن أفريقيا ستكون لها أجندة حول الهجرة اجتماع وزرين عقد في تسعة مشهر جاري بالريباط نخيل له سيد ناصد موريطا أن هذه الأجندة تسعى إلى تغيير نموذج الساد وتحديد مفهوم جديد للهجرة وهذه الأجندة سيقدمها العائل المغربي المالك محمد السادس باعتباره رائد الاتحاد الأفريقي في موضوع الهجرة بسرعة نعم هي أجندة من أربع نقاط تحدث أولا عن تنظيم الهجرة في الإطار الوطني ثم تنظيم الهجرة في الإطار الجهوي في الإطار الإقليمي مثلا في إفريقيا هناك خمسة أقالم كبرى ثم في الإطار القاري على مستوى إفريقيا ثم في الإطار دولي أوروبا والأمم المتحدة والولايات المتحدة وإفريقيا لذلك هذه العناصر الآن فيما يتعلق بمؤتمر الاتحاد الإفريقي الذي سيعقد في أديسة بيبا ومن النقاط التي بكل تأكيد تم إطارتها هي التنمية في إفريقيا لاحظ بأن الاتحاد الأوروبي لحد الآن ملتزم يعني إذا توقفنا عند لغة الأرقام الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة بـ 20 مليار يورو سنويا لإفريقيا استثمارات بـ 20 مليار ولكن المشكلة أنه لا ترتبط التنمية بالهجرة الحديث عن التنمية والهجرة بدأ منذ مؤتمر تنبير سنة 1999 ولم تكن هناك استراتيجية صحيحة وبالتالي هذا المطلوب التنمية ارتباطا بالهجرة وفق استراتيجية واضحة المعالب التي تقنع الشباب الإفريقي الذي يمثل أكثر من 60% من سكان إفريقيا أن يبقى في قارته لأنها قرى واعدة كلمة آخرى في قلمة 30 ثانية أقول بأنه على أوروبا وعلى الولايات المتحدة تقع مسؤولية تاريخية ومسؤولية أخلاقية فأوروبا والولايات المتحدة تسببت في كثير من النزاعات وفي أسباب الفقر وفي أسباب غياب الحكامة في القارة الإفريقية بالخصوص فهي كذلك يجب أن تتحمل تداعيات هذه المسألة أعتقد أن اليوم أوروبا مدعوة لإعادة النظر ليس فقط عن طريق المساعدات المالية التي أشهرها إليها الزميل ولكن كذلك إلى ربط يعني مسألة الهجرة بالاستعمار وهو ما نعبر عنه دائما في أدبيات المجتمع المدينة وفي أدبيات الخبرة بواجب الداكرة والحق والدين الاستعماري لماذا؟ وهنا مكرون ربما يعتبر رائدا في هذه المسألة وعليها أن يفتح ما طرحه في الجزائر نحو إفريقيا كلها شكرا جزيلا انتهى وقت هذا البرنامج شكرا للزميل أيمن الأحمد الذي يشاركني في إعداده ولكفة أفراد طقم التقني المشرف على خراجه دمتم بخير وإلى لقاء قادم في سؤال شديد